أصدرت مطرانيوت اللاتين في الأردن بياناً موقعاً من سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن بخصوص صلوات الأسبوع المقدس لهذا العام وأوضح البيان الموجه إلى الأباء الكهنى وعموم المؤمنين أن الأسبوع المقدس يأتي في هذا العام ووطننا العزيز ما زال يجابه وباء كورونا وقد فقدنا أعزاء وما زال كثيرون يعانون من المرض وعليه نكرس مسيرة الأسبوع المقدس لهذا العام للصلاة والصوم لراحة نفس الموتى وشفاء المرضى وتعزية المحزونين وأضاف البيان وفيما نحيي زمن الفداء هذا لنجدد إيماننا ورجاءنا ومحبتنا ولنكل مسيرتنا الروحية إلى ربنا ومخلصنا يسوع المسيح راعينا الصالح الذي لن يدعنا في الظلمات بل سيشرق بنور قيامته علينا وختم قائلا نحتفل هذا العام بصلوات الأسبوع المقدس ضمن ترتيبات خاصة موحدة تضمن تطبيق القرارات وتبقى التعليمات سارية ما لم تتغير قرارات الحكومة بشأن أيام الحضر وساعاته وذلك حرصا على صحة وسلامة الجميع